زمان أيام جدودنا وجدود جدودنا كانت الستات لازم تداري وشها وهي خارجة سواء بقى إيه بالبرقع أو البيشة كان في البيوت في حاجة اسمها عارفين مشربية ليكت زي البلكونة كده بس هي متقفلة بشكل يخلي الست تشوف الشارع من غير ما حد يكشفها أو يشوفها في الوقت ده كان في بقى بنت طيبة شبه مكة بطل القصة حقيقية النهار ده اللي احنا بنتكلم عليها كان أبوها برضو رجل صعب يشخط وينطر ويزعق ويشتم ويضرب فيها هي أمامتها البنت دي كان نفسها تتجاوز عشان تطلع من البيت ده بأي شكل بس ما كانتش عارفة هتتجاوز إزاي وهي في البيت اللي محدش بيشوفها ولا يعرفها هتتجاوز إزاي لحد ما في مرة جت لهم زيارة كده واحدة معرفة يعرفوها يعني شافتها خطبتها لابنها البنت فرحت قوي وفقت وتجوزت غابت أخبارها بقى عن أهلها الفترة لحد ما أمامتها راحت تزورها سألتها ها إيه الأخبار جوزك عامل معاك إيه؟ البنت قالت له يا بتعيط بخت أمي خدته في كمي ومن وقتها طلع المثل ده إلا دايما بيقولك إيه؟ بخت أمي خدته في كمي عرفتوا جاي من إين المثل؟ عشان بيعبر عن بنات كتير بتورس نفس المشاكل أمهاتهم بس عايز أقولك يا مكة على حاجة الحظ مش هو راصل الحظ إحنا اللي بنعمله في ناس حظها حلوة في حياتها عشان هي محوطة نفسها بناس نجحة طاقتها حلوة عشان كده لما بنصاحب النجحين ممكن ننجح زيه أهدفنا هتبقى واحدة في ناس تانية حظها وحش قوي موجودة وسط ناس ظروفهم صعبة حياتهم ملينا مشاكل على طول بيشتكوا فالمشاكل من غير ما يحسوا تدخل في حياتهم هما كمان في دراسات كتير قوي قالت إن مسألة الحظ دي بتعتمد على مدى استغلال البناء آدم للفرص المتاحة قدامه لو عنده مهارات طيار في طوعها في الظروف اللي حواليه ما يستناش الحاجة اللي هو بيحلم بيها نجيله بالسهل اللي غايت عنده لا في ناس حوالينا بقى زي الشبابيك لو صاحبنا ناس كتير شطرة مكتهدة عايزة توصل زي ما بيقولوا هيبقوا زي الشبابيك اللي احنا ايه بنبص عليه كده على دنيا حلوة لو صاحبنا ناس عندها مشاكل هياخدوا طاقتنا الحلوة ويسرقوها هيملوا نفسيتنا بفشل ويأسوا هيبقوا زي الشبابيك اللي احنا بنبص عليها بنلاقي حاجات أو خربات ملاش يعني فما فيش أمل فيها بالمناسبة الناس المحزوزة دي يا مكة مش هما اللي الحاجة بتبقى متسهلة ليهم لا في منهم بيفشل ويقع بالعكس الفشل ده بيبقى بداية النجاح بس مش بيبطلوا أمل وتفاؤل وسعي وإيه بقى يصاحبوا الناس النجحة لحد ما يوصلوا في الآخر ده اللي انت كمان لازم تعمل ايه ما حاسسها نفسك طول الوقت ايه؟ انك ضحية؟ الظروف كلها ضدين وبعدين طب يمكن انا يعني او أكيد انا ما عاشتش معاكي ولا احنا ولا حد فينا ولا حد شاف اللي بتحكي ده بس متأكدة ان المستحيل ربنا سبحانه وتعالى عايز يخلي حياتنا سودة طول الوقت ليه؟ زي ما في صاحبة وحشة أو أهل وحشين أكيد لو دورتي كويس هتلاقي صاحبة جدعة جرب انت حللت وقف جنبك بساتي محتاجة تدوري عليهم تعرفيهم كويس الازمات بتبينلك الناس ساعتها كل حاجة في حياتك هتختلف وتتغير بدل من انت قاعدة ربطة ساعتك بواحد هو مش قولك تخلى عنك هو مش فرقة معايا ما تزعليش مني حبيبتي عايزت ان تحري عشانه معقولة هتني حياتك وتقابلي ربنا وغطبانا عنك عشان واحد ايه ما يستهلكيش؟ طب يسدتي لو كل الناس وحشة زي ما بتقول فين ايمانك بربنا سبحانه وتعالى مكة فوقي لنفسك راجعي علاقتك بربنا ودوري على ناس حواليكي تكون كويسة حوطي نفسك بيهم أكيد هتلاقي طب ده مفيش أحسن من ونس الصحبة الصالحة غير كل ده عشان خطري حبي نفسك بابا ما بيحبنيش من يوم ما اتولدت وانا مش عارف ايه ماما بتضربني وبعد كده بتحضنني يعني هو انتي بتحبي نفسك يا مكة؟ مكة حبيبتي انتي لسا 18 سنة يا ماما الحب ما بيجيش دلوقتي خالص وده ما اسموش حب ما تزعليش مني انا عارف انتو ممكن تكونوا السنة ده بيسمعلي او يحب ان انا اتكلم معاه ومش هقص عليك ومش هقولك واقولك بص يا مكة اللي هيجي يا حبيبتي ويجري وراكي ومهما عملتي فيه وما تدروش مبررات اصلا انا مردتش على مكالماته اصلا انا كنت زعلانة اصلا انا مش عارف ايه هيجي يجري وراكي طول العمر لو شاريكي وبيحبك بجد هو ده الحب اللي ما يسبكيش مهما حصل سماتي معايا نصايح دكتور احمد علام في الفقرة اللي فاتت هستنى ما انك رسالة جديدة طب منيني فيها عملتي وليلي وليلي نوية غيري ايه وعملتي ايه ومش هبقى ضحية تاني خلصنا